من خلال مشروع صون الطيور الحوامى التابع لوزارة البيئة تبدل الحكومة جهودا حثيثة في مجال حماية الطيور المهاجرة وشهدت محافظة الشرقية انطلاق موسم مراقبة ومشاهدة الطيور المهاجرة النادرة الوافدة من أوروبا جهود حثيثة تبدلها الدولة في مجال حماية الطيور المهاجرة التي تمر عبر أراضيها وذلك من خلال مشروع الطيور الحوامى المهاجرة التابع لوزارة البيئة في محافظة الشرقية انطلقت أولى فعليات موسم مراقبة ومشاهدة الطيور المهاجرة لعام 2023-2024 ببركة النصر بمركز ومدينة الحسينية والمقامة على مساحة 1741 فدان تقريبا وتضم 32 لبدة تستقبل الطيور النادرة الوافدة من دول أوروبا هربا من السقيع الموسم بتاع السيد حدنا بيبدأ من شهر ديسمبر حتى شهر أربعة أول واحدة أربعة وتيجي الطيور المهاجرة اللي جاء من أوروبا وأيام السقيع بتوصل لأتحدان اللي عندنا هنا أنواع الطيور التي بتيجي حدنا هي البلبول الإخضاري، الكيش، الشرشير، الزي فعليات موسم مراقبة ومشاهدة الطيور تشهد جمع عينات البط في الفترة من شهر ديسمبر من عام 2023 حتى منتصف مارس من عام 2024 ببركة النصر بمركز ومدينة الحسينية والتي تضم أكبر بركتين للطيور المهاجرة حيث تستقبل بعثات علمية لكي تتابع أنواع الطيور الصيفي والشتوي والهدف منه ليس الصيد فقط بل ومراقبة الطيور النادرة والاستمتاع بجودة أنواع أخرى وانتعاش السياحة الداخلية في هذه المناطق إحنا بالنسبة لنا ده طارجة مهمة جداً بالنسبة للسياحة كمنتج سياحي ريفي بوسط بقى الطبيعة الخلابة وكمان رأبة مشاهدة الطيور وده طارجة مهمة جداً بالنسبة السياحة ريفية وده اللي بتقتل عليه المحاصل إحنا كطبعاتنا ريفية وهي عندنا كل الإمكانات الحمد لله الريفية الطبيعية حرف إداعية كل حاجة متكملة سياحة مشاهدة الطيور تعد واحدة من أنماط السياحة البيئية على مستوى العالم ولذلك تعمل مصر على تعميمها ضمن منتجها السياحية خاصة أن الموقع الكغرافية لمصر من أهم مناطق خط سير الطيور الحوامى على مستوى العالم